أهلا بكم في هذا الجزء من المصاق هنتكلم مع بعض عن مجموعة من مشاكل شائع جدا في وطننا العربي وطننا العربي بيتميز أنه في أغلب شهور السنة الجو بيكون حار جدا ونتيجة للجو الحار ده بنعاني من مشاكل كتير متعلقة بارتفاع درجة الحرارة أو التعرض المباشر للشمس المشاكل الكتير دي إيها أشكال كتير ومسميات كتيرة منها على سبيل المثال والأخطر على الإطلاق هي ضربة الشمس ضربة الشمس واحدة من المشكلات المميتة اللي ممكن الشخص يصاب بيها نتيجة للتعرض للشمس المباشرة خاصة في الفترة بتاعة الظهيرة اللي بتبدأ من الساعة 11 الظهر لغاية الساعة 3 في التوقيت ده من اليوم بتكون الشمس عمودية على الأرض وطبعا انتوا عارفيني الشمس بتاعتنا في الوطن العربي عاملة ازاي؟ ما عندناش أكتر منها وبالتالي بيبقى الشخص عرضة أن يجي له ضربة الشمس طيب هي ايه المشكلة في ضربة الشمس؟ أثناء التعرض للشمس بشكل مباشر احنا متفقين قبل كده ان احنا عندنا هنا منظم لدرجة الحرارة موجود أسفل المخ اسمه Thermo Regulatory Center أو المركز المسؤول عن تنظيم درجة الحرارة للأسف الشديد مع التعرض المباشر للحرارة من الشمس أو حتى من الأفران الأفران زي أفران الحديد والصلب والعاملين في المجال اللي بيقى فيها أفران ودرجة حرارة عالية الحرارة النتجة عن الشمس بشكل مباشر أو الأفران بتروح تعمل شكل ماشكال الـ Resetting أو تلخبط الدرجة اللي متزبط عليها منظم الحرارة اللي عندنا منظم درجة حرارة الجسم مظبوطة على درجة حرارة 37 لكن مع الحرارة المباشرة بيحصل له Resetting يعني المؤشر بتاعه بيروح على درجة 40 أو 41 وبالتالي يبعث إشارات غريبة لكل أجزاء الجسم فيوقف العرق اللي هو واحدة من الحاجات المهمة جدا في منظومة التبريد اللي عندنا في الجسم فتلاقي الشخص بدأ يحصل له شكل أشكال الجفاف في الجلد وما بيعرقش خالص الحاجة الثانية يبدأ الأوعية الدموية بتاعته تنقبض فمش هتوصل الدم للغضضة العرقية وتلاقي الشخص بدأ يحصل عنده اضطراب في درجة الوعي يبدأ يبقى مش مركز يبدأ يبقى حاسس بالضيق والتوتر وممكن يخش في إغماقة أو غيبوبة عميقة ضربة الشمس على فكرة من الحاجات القاتلة في دراسات كتيرة عملت على الناس اللي بتخش في غيبوبة نتيجة لضربة الشمس وللأسف كتير من الدراسات دي بتقول أنه من 50 ساعة التانية 70% لـ 80% من اللي دخلوا في غيبوبة نتيجة لضربة الشمس لو عد عليهم أكتر من يوم أو اتنين للأسف الشديد ما بيرجعوش بتحصل الوفاة عشان كده مهم جدا أن احنا نتصرف بمنتهى السرعة لو حصل أن شخص جاله ضربة الشمس نفتكر تانية أعربة على ضربة الشمس شخص اتعرض للشمس بشكل مباشر هيبقى عنده اضطراض في درجة الوعي ممكن يصل إلى الغيبوبة وهيبقى الشخص ده الجلد بتاعه جاف وعنده ارتفاع في درجة الحرارة نتصرف ازاي؟ نبرده بمعنى أنه جهاز التبريد بتاع الجسم طاز يبقى لازم أبرد الشخص ده قدر الإمكان أخده في مكان بعيد عن الشمس أخلع له الملابس اللي موجودة دي كلها أبدأ أعرضه للتبريد عن طريق مروحة عن طريق جهاز مكيف عن طريق أنها هدلق عليه مية بردة قدر الإمكان المهم أني أعمل شكل أشكال التبريد وكمان لو لسه واعي نقدر نديله سوايل بردة بكميات كبيرة أهم حاجة أن احنا نعمل تبريد كبديل بجهاز التبريد اللي بص في الجسم وما تنساش طبعا لو دخل في غيبوبة هنتصرف بنفس السيناريو اللي احنا متفقين عامنا الأول افحص التصل اهتم هتتصل بالإسعاف أو تنقله الأقرب مستشفى حميات عشان يتم التصرف معاه بشكل سليم وعلى فكرة هو هيبقى التصرف جهة المستشفى أن احنا بنحاول نبرد الجسم التاع الشخص ده لغاية ملمخ يرجع لوحده يشتغل ويعيد منظومة التبريد من أول وجديد ضربة الشمس مختلفة كل الاختلاف عن حاجة تانية اسمها الإنهاك الحراري وقد يحدث أن الإنهاك الحراري في بعض الأحيان يؤدي للوفاة إيه هو الإنهاك الحراري؟ الإنهاك الحراري بيحصل في الأماكن المغلقة غير جيدة التهوية يعني مش شرطه خالص أن أكون اتعرضت للشمس إنما موجود في مكان حر ده بيخليني أفقد عرق كتير جدا جدا ونتيجة لفقدان العرق بفقد مية وأملاح معدنية كتير وبأكد أن الأملاح المعدنية دي مش معناها ملح الطعام عشان ما حدش يجي يقول لي أصلا أنا بزود الملح عشان العرق لا ده مش حقيقي لأنه الملاح دي ممكن تبقى سوديام، بوتاسيام، ماغنيسيام، كالسيام وغيرها من العناصر المهمة جدا واللي موجودة في مية الشرب والفواكه والخضروات لما بنفقد المية والأملاح بيحصل خلل في توازن الجسم ممكن يبدأ بإضطراط درجة الوعي عصادية وقلق وتوتر وتلاقي نفسك بيتهز أو تشنجات شد عضلي، مش تشنجات زي الصرع لكن شد عضلي في العضلات العضلات تبقى ركبة على بعضها ومش قادر أفرض الرجل أو الإيد اللي متشنجة أو ممكن دي حصل إغماقة نتيجة كمان لانخفاض الضغط بشكل عنيف نتيجة الفقدان السوائل الكتير طب الحل؟ الحل أني أعوض اللي الجسم بيفقده الشخص لو لازال واعي يبقى هديله سوائل بكميات كافية بس ما تنساش إنك طبعاً تبقى خرقته من المكان غير جيد التهوية لما كان فيه التهوية جيدة عشان نوقف فقدان العرق والأملاح المعدنية اللي بيفقدها اسئي على قد ما تقدر سوائل يبقى موجود في مكان جيد التهوية وبس مش عايزين أكتر من كده إنما لو فقد الوعي هنتصرف زي ما احنا متفقين الإسعاف وننقل على المستشفى ويبدأ التصرف بشكل طب بسليم داخل المنشأة الصحية الشباب والرياضيين اللي بيطلعوا يلعبوا يتدربوا في التوقيتات اللي تكون فيها الشمس عموديع على الأرض زي ما اتفقنا من الساعة 11 للساعة 3 العصر بيبقوا عرضة أكتر إن هم يجي لهم ضربات الشمس عشان كده تعالوا نبص مع بعض على موقف حقيقي حصل معنا إزاي إن ممكن شخص يتعرض ضربة الشمس وهنتصرف إزاي وزي ما حكينا مع بعض عن ضربة الشمس وإنها قد تكون قاتلة أو مميتة وده بيحصل عند التعرض للشمس بشكل مباشر في فترة الظاهرة خاصة من الساعة 11 ظهرا للساعة 3 عصرا وزي ما احنا شايفين في المشهد ورانا حد من الشباب فقد الوعي أثناء اللعب مع التعرض للشمس بشكل قوي قد يكون سببها ضربة شمس أو قد يكون سببها إنهاج حراري زي ما عرفنا مع بعض الفرق تعالوا نشوف مع بعض في المشهد إيه الأعراض اللي ممكن تظهر على المصاب وإزاي ممكن نتصرف مع بعض وزي ما تعلمنا مع بعض في الإسبوع الأول إن إحنا بنقيم أي إصابة بنفس خطة التقييم اللي إحنا ناشيين بيها يعني في الأول بنفحص ثم نتصل ثم نهتم الفحص متطمينين هنا في الموقف ده إن المكان ما فيش في خطورة هنبدأ بفحص المصاب فحص المصاب في البداية قلنا أهم حاجة كان فحص درجة الوعي فهنتطمن على محمد 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 بيستجيب لكن درجة الاستجابة بتاعته مش زي الشخص اليقظ فإحنا ممكن نقدر نقول إن هو بيستجيب فقط للكلام في الحالة دي إحنا هننقل لمرحلة تانية إحنا كده متطمينين طالما في شكل أشكال الاستجابة يبقى فيه تنفس وفيه نبض وبيستجيب نبدأ نشوف نقيم إيه اللي حصل وبسؤال الشباب الشباب بيلعبوا في الجو الحر متعرضين للشمس التوقيت دلوقتي 12 ظهرا تقريبا ففي عز درجات الحرارة العالية الملاحظ كمان أثناء ما أنا ببص على محمد درجة حرارة محمد مرتفعة جدا بالإضافة إلى إن جلد محمد جاف تماما ومفيش فيه عرق وفي الغالب العلامات دي من العلامات الأساسية اللي تقولي أو تخليني أخمن إن محمد مصاب بضربة شمس في الحالة دي هنتصرف إزاي بأهم حاجة نعملها هي التبريد يعني الشباب هنساعد بعضينا ونحاول ننقل محمد خارج الملعب تماما بعيد عن الشمس في مكان يكون ضل يا سلام لو نقدر ندخل بيه في مكان يكون مكيف نحطه قدام المروحة ونبدأ نبرد محمد بأي حاجة متاحة بالمية اللي متاحة عندنا مية من التلاجة مية من أي خرطوم المهم نبدأ عملية التبريد لأن زي ما شرحنا قبل كده إنه المشكلة الأساسية إنه المنظم المسؤول عن تنظيم درجة الحرارة في المخ اتعطل من التعرض المباشر لأشاعة الشمس لو لقينا إن محمد العرق عنده غزير جدا جدا ودرجة الحرارة بتاعته إلى حد ما طبيعية مش درجة حرارة عالية قوي في الغالب ممكن يبقى السبب إنهاج حراري وساعتها احنا بنحاول قدر الإمكان إن احنا ندي لمحمد سويل بعد ما بيكون استرد وعيه أنا بفكر ما ينفعش أثناء ما محمد غايب عن الوعي نحاول ندي أي سويل بأي شكل من الأشكال قد يكون سبب تغير درجة الوعي عند محمد هو الإنهاك الحراري وزي ما شرحناه لأنه فقط سويل كتير جدا وأملح كتير جدا مع العرق لكن هيبقى الفرق الأساسي إنه محمد ساعتها هيبقى عرقان عرق غزير ودرجة الحرارة بتاعته مش هتبقى عالية جدا وفي الحالة دي هيبقى احنا حرصين إن بعد ما محمد بيسترد وعيه كاملا نبدأ نسقيه وبأكد ما ينفعش إن احنا ندي أي سويل وهو فقد للوعي لأنه ده ممكن لقدر الله يسبب إغلاق لمجرى التنفس ويشرق أو ممكن يسبب شكل من أشكال الاختناق اشتركوا في القناة